الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2، درجة حرارة الوقود مرتفعة للغاية ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام، مما يعني أنه ينطبق على المركبات المجهزة OBD2، Dodge, Ram, Ford, GMC, Chevrolet, Volkswagen, Toyota, Elk على الرغم من أنها عامة، قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتماداً على الصنع، اضرازه، اكتشفت أنه عندما قامت مركبة OBD2 بتخزين الرمز P0168، فهذا يعني أن وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM قد اكتشفت إشارة جهد من مستشعر درجة حرارة الوقود، مستشعر تكوين الوقود أو الدائرة التي تشير إلى أن درجة حرارة الوقود مرتفعة جيداً عادة ما يتم دمج مستشعر درجة حرارة الوقود في مستشعر تكوين الوقود، إنه جهاز محوسب صغير يشبه مرشح الوقود، مصمم لتزويد PCM بتكوين دقيق للوقود وتحليل درجة حرارة الوقود يتم تحليل الوقود الذي يمر عبر المستشعر المضمن إلكترونين لتحديد درجة الإيثانول والمياه والملوثات غير المعروفة، غير الوقود الموجودة فيه لا يقوم مستشعر تكوين الوقود بتحليل تركيبة الوقود فحسب، بل يقوم أيضاً بقياس درجة حرارة الوقود وإدخال إشارة كهربائية إلى PCM لا تعكس فقط الملوثات الموجودة وإلى أي درجة ملوثة للوقود، ولكن أيضاً درجة حرارة الوقود، يتم تحليل درجة تلوث الوقود، حسب نسبة الملوثات إلى الوقود، توليد توقيع الجهد في تكوين الوقود جهاز استشعار درجة الحرارة، يتم إدخال توقيع الجهد إلى PCM كأشكال موجية مربعة للجهد، تختلف أنماط الشكل الموجي في التردد اعتماداً على درجة التلوث الموجود في الوقود كلما اقترب تردد الموجة، زادت درجة تلوث الوقود، هذا يؤلف الجزء الرأسي من الشكل الموجي، يقوم مستشعر تكوين الوقود بتحليل كمية الإثانول الموجودة في الوقود بشكل منفصل عن الملوثات الأخرى عرض النبض، أو الجزء الأفقي من شكل الموجة، يدل على توقيع الجهد الناتج عن درجة حرارة الوقود، كلما ارتفعت درجة حرارة الوقود التي تمر عبر جهاز استشعار درجة حرارة الوقود، كلما كان عرض النبض أسرع يختلف تعديل عرض النبضة النموذجي بين 1 و5 ملي ثانية أو 100 من الثانية، إذا اكتشف PCM إشارة دخل من مستشعر درجة حرارة، تكوين الوقود تشير إلى أن درجة حرارة الوقود مرتفعة جيداً، فسيتم تخزين رمز P0168 وقد يضيء مصباح مؤشر عطل M-A-L، قد تكون دورات الإشعال المتعددة، مع الفشل، مطلوبة لإضاءة M-A-L في نماذج معينة، شدة وأعراض الكود يجب التعامل مع الكود المخزن P0168 على أنه شديد لأن درجة حرارة الوقود تستخدم من قبل PCM لحساب استراتيجية توصيل الوقود في مركبات الوقود المرنى، قد تتضمن أعراض هذا الرمز، عادة لا توجد أعراض مصاحبة للرمز P0168 قد تكون رموز تكوين الوقود الأخرى موجودة وسيحدث إضاءة M-A-L في نهاية المطاف الأسباب المحتملة لتعيين هذا الرمز هي تكوين الوقود المعيب، مستشعر درجة الحرارة، مستشعر درجة الحرارة المحيطة غير صحيح، مستشعر درجة الحرارة، فتح الأسلاك أو الموصلات أو الموصلات القصيرة أو التالفة PCM أو خطأ برمجة PCM إجراءات التشخيص والإصلاح تتمثل نقطة البداية الجيدة دائماً في التحقق من نشرات الخدمة الفنية TSB لسيارتك الخاصة، قد تكون مشكلتك مشكلة معروفة مع إصلاح معروف وضعته الشركة المصنعة ويمكن أن يوفر لك الوقت والمال أثناء التشخيص ستحتاج إلى ماسح دوئي تشخيصي وفولات أو متر رقمي DVOM ومذبذب، ومقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء، ومصدر معلومات السيارة مثل All Data DIY لتشخيص الرمز P0168 سوف يساعدك الماسح الضوئي التشخيصي مع DVOM المدمج ومنظار الذبذبات المحمول بشكل جيد في هذه الحالة، لزيادة فرصك في التشخيص الناجح ابدأ بفحص بصري لجميع وصلات الأسلاك والمواصلات ذات الصلة، ستحتاج إلى إصلاح أو استبدال المكونات التالفة أو المحروقة كما هو مطلوب وإعادة اختبار النظام يتم تزويد معظم مستشعرات درجة حرارة الوقود بإشارة مرجعية بجهد 5 فولت وأرض، كمستشعر مقاومة متغير، يكمل مستشعر درجة حرارة الوقود الدائرة ويزود PCM بإشارة شكل الموجة المناسبة مع تدفق الوقود من خلالها، باستخدام DVOM اختبر الجهد المرجعي والأرض عند موصل مستشعر درجة حرارة الوقود، إذا لم يكن هناك جهد مرجعي، فاستخدم DVOM لاختبار الدوائر المقابلة في موصل PCM إذا تم الكشف عن إشارة جهد مرجعي في موصل PCM، قم بإصلاح الدوائر المفتوحة على النحو المطلوب، تنبيه افصل جميع وحدات التحكم ذات الصلة قبل اختبار مقاومة الدائرة باستخدام DVOM، اشتبها في وجود خلال في PCM، أو خطأ في البرمجة، إذا لم يكن هناك جهد مرجعي موجود في موصل PCM، إذا لم يكن هناك مستشعر درجة حرارة الوقود، استخدم مصدر معلومات سيارتك وحدد موقع الأرض المناسبة للتأكد من أنها آمنة استخدم راسم الذبذبات لمراقبة البيانات الحية في شكل أنماط الموجة إذا كانت الإشارة والأرض موجودة في موصل مستشعر درجة حرارة الوقود، قم بتوصيل خيوط الاختبار بالدوائر المناسبة ولاحظ شاشة العرض، قم بقياس درجة حرارة الوقود الفعلية باستخدام مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء وقارن النتائج مع درجة الحرارة التي تعكسها أنماط الشكل الموجي على راسم الذبذبات، إذا فشلت درجة حرارة الوقود المنعكسة على مرسمة الذبذبات في التزامن مع مقياس حرارة الأشعة تحت الحمراء، فتشك في أن مستشعر درجة حرارة الوقود معيب، ملاحظات تشخيصية إضافية، استخدم DVOM لاختبار مقاومة مستشعر درجة حرارة الوقود وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة إذا كانت درجة حرارة الوقود الفعلية أعلى من المقبول، تحقق من عدم وجود أسلاك قصيرة أو عادم موجه بشكل غير صحيح بالقرب من خزان الوقود أو خطوط الإمداد ترجمة نانسي قنقر